السلام عليكم وعلا بكم آخر كلام وحلقة جديدة على شاشة مكملين عبد الفتاح السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية بيلتقي أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي بيحضر عشاء عمل أو غداء عمل مع أعضاء من الكونجرس في الحزب الجمهوري بيلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن ويتم التقاط بعض الصور ليهم وهم في غاية السعادة ومبسوطين الانبساط كبير جدا لكن الخبر اللافت الحقيقة في مشاركة السيسي في القمة الأمريكية الأفريقية ما كانش كل ده حتى لقت بايدن حتى لقت بايدن لكن كان الخبر الأبرز هو لقاء عبد الفتاح السيسي مع ممثلي المنظمات اليهودية في واشنطن السيسي يلتقي قادة المنظمات اليهودية في واشنطن الحقيقة دي مش أول مرة كان في لقاءات متعددة جمعت ما بين السيسي وما بين قادة المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى رأسهم رونالد لاودر وهو الرئيس بتاع هذه المنظمات أو الكونغرس اليهودي تعالوا نشوف مع بعض كده تاريخ لقاءات السيسي مع قادة المنظمات اليهودية لأنه تاريخ ممتد الحقيقة على مدار السبع سنين اللي فاتوا ونحاول نعرف مع بعض الرجل ده بيقابلهم ليه كان فيه كلمة مهمة لها ضيفي من يومين رامي شعث الحقوقي والسياسي المصري هنفتكرها مع بعض بستعال نشوف كده تاريخ اللقاءات ما بين السيسي وما بين قادة المنظمات اليهودية في 2015 كان فيه عدد من اللقاءات الحقيقة بدأت يوم 11 يناير 2015 السيسي التقى برئيس المؤتمر اليهودي العالمي أو رئيس الكونغرس اليهودي العالمي رونالد لاودر بعدها بكم شهر السيسي استقبل وفد من اللجنة الأمريكية اليهودية في 26 سبتمبر 2015 السيسي بيلتقي مرة تانية برونالد لاودر رئيس الكونغرس اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية بنوصل لـ 2016 في يوم 11 فبراير 2016 بيلتقي السيسي أو بيستقبل السيسي رؤساء المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية بعدها بكم شهر في أغسطس 2016 لقاء سري جمع السيسي والزعيم الصهيوني إسحاق هيرسغ وفي سبتمبر 2016 تحديدا يوم 21 كان فيه اجتماع سري تاني جمع ما بين السيسي وما بين قيادات صهيونية في نيويورك في ديسمبر 2016 قبل ما نروح لـ 2017 ديسمبر 2016 أيضا كان استقبال السيسي لوافد من اللجنة الأمريكية اليهودية AJC وكان أيضا هناك اجتماع قبلها جمع ما بين السيسي وما بين قيادات صهيونية في نيويورك في 2017 في شهر فبراير بيستهل السيسي العام باستقبال وفد آخر من المنظمات اليهودية في أمريكا وبعدها بشهر في 26 مارس بيلتقي السيسي مرة تانية رونالد لاودر في القصر الرئاسي المصري في 5 أبريل 2017 بيلتقي السيسي بـ 65 ممثل عن اللوب الصهيوني الأمريكي وبعدها بكم شهر سامح شكري بينقل رسالة السيسي للجنة اليهودية الأمريكية 17 أكتوبر في نفس العام بيلتقي السيسي مرة يمكن ربعة دلوقتي في الاستعراض اللي قلناه مع رئيس المؤتمر اليهودي العالمي رونالد لاودر 2018 أيضا كان عام لقاء السيسي بهذه المنظمات التقى بوافد من المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي في مايو 2018 بعدها بشهرين بيلتقي برونالد لاودر مرة أخرى بعدها أو قبلها بشهر بيلتقي السيسي برونالد لاودر للمرة السادسة في 2021 أنا آسف كان يونيو 2019 مش يونيو 2018 هو التقى برونالد لاودر الصورة اللي فاتت في يونيو 2018 وبعدها بسنة في يونيو 2019 التقى بنفس الراجل للمرة الثانية ثم أبريل 21 بيلتقي السيسي برونالد لاودر للمرة السبعة وفي 15 ديسمبر 2022 بيلتقي عبد الفتاح السيسي مع قادة المنظمات اليهودية في واشنطن ليه؟ ليه كل اللقاءات دي مع هذه المجموعات تحديدا يا راجل السيسي التقى برؤساء وقادة المنظمات اليهودية أكتر ما التقى بأبناء الجالية المصرية اللي بيقيدوا خلي بالك تاني السيسي التقى بقادة المنظمات اليهودية في أمريكا اللي منهم جزء أصيل من اللوب الصهيوني في أمريكا أكتر من المرات اللي قاعد فيها مع أبناء شعبه اللي بيقيدوه اللي هم أبناء الجالية المصرية اللي بيرفعوا له الإعلام وصوروا في الولايات المتحدة الأمريكية طيب مين يا جماعة رونالد لاودر ده؟ نطلع صورته كده على الشاشة الراجل ده الراجل ده هو رئيس الكونجرس اليهودي العالمي والحقيقة أننا كده هنمشي مع بعض واحدة واحدة ونشوف أثناء لقاءات السيسي السبعة مع لاودر رئيس الكونجرس اليهودي كان إيه اللي بيتقال في صورة شهيرة جمعت ما بين السيسي ولاودر هتطلع قدام حضراتكو على الشاشة دلوقتي والسيسي بيستقبله في مرة من المرات السبعة كان فيها حاجة غريبة جدا في 2015 الراجل ده أشاد بخطابات السيسي وقال إنها بتحض على التسامح وقبول الآخر ومحاربة الأفكار المتطرفة فرد عليه السيسي في اللقاء ده وقال له أنا أول من حذرت من خطورة الفهم الخاطئ لصحيح الدين الإسلامي وقيمه وثوابته وحذرت أيضا من ظاهرة المقاتلين الأجانب حتى باتت تهدد أوروبا كان فيه ملاحظة لطيفة أوي فريل إعداد يعني لفت نظر إليها وإحنا بنتكلم إنه عبد الفتاح السيسي المفترب بين قسين الرئيس المصري مفيش مرة التقى فيها الراجل لاودر ده أو أعضاء الكونجرس اليهودي من غير ما كان معا مدير المخابرات العامة يعني أنت رايح تستقبل الناس دول فمعاك دايما المخابرات العامة القصة دي حصلت في 25 مارس 2015 لما التقى بأعضاء الكونجرس وبلاودر وكان معاه خالد فوزي رئيس المخابرات العامة السابق بعد كده كان معاه الأخ عباس كامل طبعا من 2018 وفضل مكمل معاه حد دلوقتي كل مرة بيلتقي فيها السيسي بلاودر كان بيكون معاه مدير المخابرات العامة ليه الحقيقة مش عارف يعني هل القصة ليه علاقة بحاجة أمنية ليه علاقة بتنسيقات ما الحقيقة مش عارف لكن مهم أوي أننا نذكر كده أو نتوقف عند نقطة أن الحاجات الملفات اللي كانوا بيتكلموا فيها مع بعض كل مرة هي ملفات مثيرة للانتباه جدا السلام في الشرق الأوسط أوكي تمام يعني إسرائيل ويهود فلسطين تمام فدي قضية جميلة جدا محاربة الإرهاب والتطرف كان دايما في لقاءات السيسي مع عقارة المنظمات اليهودية أنه بيتكلم عن الإرهاب والتطرف إعلاق الدول بده الحقيقة مش عارف بس تمام لكن ما كانوش بتكلموا على الإرهاب والتطرف كده بشكل عام لا ده كانوا دايما بيتكلموا على ما أطلقوا عليه هما الاثنين السيسي ولاودر الإرهاب والتطرف الإسلامي فالكام لقاء اللي جمعوهم مع بعض كانوا بتكلموا على إرهاب وتطرف إسلامي فهم حطين عدو معين سميه بقى إخوان مسلمين سميه الإسلام السياسي سميه أي حاجة المهم أن أجندة لقاءات السيسي ورئيس الكونجرس اليهودي العالمي كان دايما حاضر فيها قصة الإسلام السياسي طيب كانوا بتكلموا كمان على بعض النقاط التانية لاودر مثلا دع السيسي في 2015 أنه يحارب الإرهاب مش بالكلام بس لكن لازم يكون الحرب دي بالأفعال أيضا وفي صحيفة نشر التقرير في 2015 أيضا قالت أنه في ما بينهم اتفاق على نشر التقافة الفرعونية والحديث عن تعليم الهيلغورفية وتدريس اليهودية ضمن منهج القيم المشترك وأمور أخرى وأنه دايما كان الكلام بيكون عن التنسيق حول مكافحة الإرهاب والتطرف الإسلامي طيب الرجل رونالد لاودر ده هو رجل أعمال شهير وعنده شركة اسمها استي لاودر لمستحضرات التجميل الشركة دي لها فروع كتير جدا في العالم العربي وفي الدول العربية المؤتمر اليهودي العالمي للسيسي كل ما بيروح في حتة بيقابله هي يعني الموقع الرسمي بتاعهم بيعرف نفسه بيقول أننا منظمة أهلية يهودية بأهداف عالمية تأسست في 1936 وإحنا الذراع الدبلوماسي للشعب اليهودي وإحنا منظمة دولية بتمثل المجتمعات والمنظمات اليهودية في مئة دولة حول العالم تقارير كتيرة جدا اتكلمت على أن الرجل ده أو الكيان ده هو جزء أصيل من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية لاودر نفسه ظهر في الصورة ده اشتغل في وظائف رسمية في الحكومة الأمريكية ما بين عامين 1983 و1986 وشغل منصب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون أوروبا وحلف شمال الأطلسي فالحقيقة القصة مثيرة للاستغراب لعبد الفتاح السيسي بقابل الناس دول تعالوا نشوف كده دكتور صالح النعامي الخبير المختص في شؤون الإسرائيلية كتب ايه عن هذا الموضوع قبل ثلاث سنوات شارك أحد قادة اليهود الأمريكيين الذين حضروا لقاء للسيسي بلاودر في مؤتمر في نظم تل أبيب حيث أبلغ الحضور بأنه فوجئ عندما شرع السيسي أثناء اللقاء في الحديث عن حكمة وذكاء نتنياهو وأنه قادر ليس فقط على حل مشاكل المنطقة بل حل مشاكل العالم فالسيسي الحقيقة فاجئ الناس أنه بيمتدح نتنياهو الرئاسة المصرية السيسي يجتمع برئيس الكونجرس اليهودي لاودر بحضور مدير المخابرات عباس كامل السيسي يلتقي لاودر مرة سنوية على الأقل في حين أنه آخر مرة التقى نتنياهو بلاودر كانت قبل ثلاث سنوات في تل أبيب يقرون بأن الحميمية بين السيسي ولاودر تخدم مصالح إسرائيل الاستراتيجية بشكل هائل يعني رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق والراجل السياسي الموجود في المشهد الإسرائيلي في دولة الاحتلال على مدار سنين طويلة جدا بن يمين نتنياهو يعني ما التقاش لاودر دا من ثلاث سنين عبد الفتاح السيسي ماشاء الله بيلتقيه بشكل كبير جدا يمكن رامي شعث لما كان معايا من يومين كان بيتكلم على نقطة مهمة قوي وهي متعلقة بأنه في كل الحكومات الغربية وفي الدنيا الغربية الناس اللي بتدعم عبد الفتاح السيسي أو النظام المصري إما اليمين المتطرف وإما أجزاء من اللوب السهيون وبالتالي لم يعد مستغربا أبدا أن نحن نشوف لقاءاته مع لاودر لأن من الواضح أن دول الدعمين الرئيسيين لعبد الفتاح السيسي يمكن أكتر من السعودية وأكتر من الإمارات وأكتر من أي حد تاني الناس دول هم الداعم الأكبر لوجود عبد الفتاح السيسي على هذا الكرسي وأعتقد أن هم الضمانة الأقوى لبقاءه على هذا الكرسي ولا أعتقد أبدا أن تحولات جو بايدن وتغاضيعا حول الإنسان وترحيبه بالسيسي والضحك معاه يعني بمعزل عن هذه المنظمات وعن هذه اللقاءات الناس دول عارفين بيشتغلوا إزاي منظمين جدا لهم تغلغوا القوي جدا داخل المجتمع الأمريكي ودوائر صناعة القرار الأمريكية رئيس الكونجرس بتاعهم كان أصلا مسؤول في حكومات أمريكية سابقة وبالتالي اللوبيينج والشغل البي آر والكلام ده كلهم شطار فيه أوي بيعرفوا يعملوه كويس فهم واضح أنه عاملينه كويس لعب الفتاح السيسي وبالتالي شايفين بايدن بيستقبله وبياخده بالأحضان ومفيش أي كلام من أي نوع لكن أعتقد أن كل اللقاءات دي ما بين السيسي ولودر ما بين السيسي ورؤساء وقارة الكونجرس اليهودي العالمي وصلته في مرة أنه يتكلم بعقله الباطن ما كانتش زالة لسان ولا حاجة تعالوا نشوف السيسي قال ايه ويمكن في الفيديو ده هو الملخص أو إجابة سؤال ليه السيسي بيلتقي بهؤلاء الناس أكثر من مرة في العام الوحد احنا بنأكد أن احنا لا نسمح من أرضنا تشكل قاعدة لتحديد جيرانها أو منطقة خلفية لعجمات ضد إسرائيل